عودة التوتر من جديد إلى محافظة يابيان مع قيام ميليشيا الحزام الأمني المدعوم من الإمارات بتفجير الوضع في شرق زنجبار والمدخل الغربي لمودية حيث أكدت مصادر محلية بأن مسلحين تابعين للحزام الأمني قطعوا الطريق الدولي في منطقة حسان بمدينة زنجبار بحجة عدم صرف رواتبهم وهو ما وقف حركة التنقل بين المحافظات وعرقل مرور المواطنين وقد طالب المسافرون العالقون في الخط الدولي السلطة المحلية والقيادة الأمنية بالتدخل العاجل وبتزامن مع التوتر الحاصل في زنجبار اندلعت في مدية اشتباكات عنيفة على خلفية قيام الحزام الأمني بطرد نقطة أمنية تابعة للحكومة ووفق المصادر فإن المواجهات امتدت إلى وسط مدينة مدية وتسببت بسقوط قتلى وجرحى الوسطات المحلية أدت إلى الاتفاق على هدنة مدتها ثمانية أيام بعد قيام قبائل جعادنا بالتدخل كوسيط بين الحكومة والانتقال ومع ذلك فإن الأنباء الواردة من شرق يبيان تفيد باستمرار التوتر في مدية وسط أنباء تتحدث أن قطع الطريق الدولي بزنجبار وطرد النقطة الحكومية في مدية يأتي ضمن خطة الانتقال لسيطرة على مناطق جديدة تابعة للشرعية في محاولة لفرض أمر واقع يساهم في التاثير على مجريات حوار جدة ترجمة نانسي قنقر